أول مرة قبلته كان في حفلة ولدمت على أنها شايفته في يومي للأيام صارة بتشتغل في وظيفة في مكان محترم جدا بتحلم بأي بنت أنها تكون في المكان ده وهي ما وصلتش للمكان ده بسهولة صارة ضحة بسنين عمرها في الدراسة لغاية ما خدت الدكتوراه وتعين في المكان ده لغاية ما وصل سنها ل 32 سنة وهي من غير جواز وكانت والدتها لما تكلمها في موضوع الجواز تقول لها لما خلت دراساتي أنا مش فاضية بعدين يا ماما توقيت ملاقات نفسها فعلا كل صاحباتها تجوزوا وفي اللي مخلف وهي لسه وفي يوم صاحبتها الصبح في الشغل أقلت لها أنا عيد ميلادي هعمله في مكان معين وعايزك تكون موجودة وصارة ما كانش متعودة أنها تحضر حفلات بس المرات دي قالت أنا أحضر يمكن عليها حاجة جديدة عشان كده هتمت بنفسها قوي لبسة وسطانج فخم عملت شعرها ومكياجها كان روعة هي بقت دوس في المرية معجبة بنفسها وحاسة أن هي مش عارفة نفسها وأنا كنت بقى ليه زكت على نفسي كده ليه ما عملتش الكلام ده من زمان وأنا دراس خدتني للدرجات دي والتعليم والدكتوراه خلوني نيستين دينا أنسة مفروض أظهر جمالي المهم رحت في اللي حفلة وصاحباتها قوي مشافوها قالوا نفس الكلام اللي هي قالته معقولة أنت صارة اللي معنا بالنهار الجمال دوت زميلها الشباب كله بقى يعكسها وكان دمه خفيف وكانت قاعدة جميلة وصارها بتبص حواليها وكأنها بتدور على حاجة ما هي شايفاهم طول النهار وعارفاهم وعايزة شوف حاجة جديدة فعلا لقيت ما بس كده لقيت شاب بعيد شوية عن وقفتهم دي بس لفت نظرها أنه هو وسيم وواضح أنه هو من لبسه أنه سري وأنه تعليم وراقي عينها حاجة عليه ولقيت نفسها بتبتسم وقبل ما تبعد وشها عنه لقيته بيبص عليها وهو كمان بيبص لها بنص الطريقة وكأنه معجب بجمالها زميلهم قال لهم يا جماعة أنا عندي صديق لسه جاي من بر وعايز عرفكم عليه أول مرة يحترح فلا تعايزكم ترحبوا به وبدأ إيه دع على صاحبه اتفجأت أن صاحبه اللي بيندع عليه هو نفس الشاب الوسيم اللي هو عجبها زميلها لدع عليه وهو بدأ إيجي نحيتهم وهي قلبها بدأ يدق أول مرة تحس بالإحساس ده تعجب بتشاب وكمان قلبها يدق حاجة غريبة قوي بالنسبة لها لما قرب منهم زميلها عرفوا عليهم بس هي لقيت أنه بيهتم بيها أكتر من مجموعة كلها وبدأ يقرب منها وكلامه بتوجه ليها وكأنه هو جاي الموقفة دي عشان يتكلم معاها اسلوبه الراقي في الكلام بعد حكيته الظريبة خل سارنت جذبت لي وحست أنه هو بأنها انسحرت مش معقول بسرعة كده مش قادرة تبعد عنه حتى أنه لما قال لها تعالي هوريكي منظر جميل عجبني مشيت معاها وثبت المجموعة اتكلم معاها دقايق وكات نفسها تبقى ساعات بس الزميلهم غلسوا عليهم وجموا منضموا ليهم وملحقش تعرف عنه أي حاجة غير أنه هو لي من بره ومع الزحمة بتاعت صحابها وأصواتهم العالية لقيته بينسحب من وسطيهم وبيض عنها وكلزة الليلة وهي رواحت بتها وكانت حزينة لأنه مخش تليفونها ولا فيه زك التواصل ما بينهم وتاني يوم لقيت زميلها بالشغل بيقول لها أنه صاحبه عايز ياخد الشقة اللي هي عرضها للبيع واستأذنها أنه هيدا تليفونها الرومي وهو هيكلمها ويتفهمها بعض بموضوع الشقة هي مبزة تقوي أنه هيتوصل معيها ويقدر يكلمها تاني وفعل النمر هو واحد لقيت رقم غريب بيكلمها وشكله شيك قوي أرقام الفي آي بي المميزة بدأت يكلمه وقد دقت قلبها أعلى من صوتها ويحسن أنك إنها سمعيها وخايف يحسن هو كمان يسمعها فأول ما بدأت كلام معيها لقيته بيقول لها سمحيني أنا مش عايز شقة أنا بس عايز أكلمك وما لقيتش طريقة نفتح معاك الكلام غل ما زقلت زميلة على تليفوني بالطريقة دي صار كالسعيدة قوي ولما طلب منها إنهم يتقابلوا وافقت بزرعة واتفقوا على معاد وقابلته هي لبسها أشك ما عندها وكررت مقابلتهم أكثر من مرة وكانت كل مرة بتبقى ريحة سعيدة جدا واللبسة شيك وفي مرة قال لها إنه هو كان متجوز وعنده بنت بس هو من فصله من أربع سنين والبنت مع أمها صارة صدمة صحيح بس لما عرفت إنه هو ساب مراته من أربع سنين ما حسش بالزنب لإنه هو كان فعلا سابها قبل مقابل سارة بسنين شرحته ليها خليتها تسق فيه وبقت سعيدة بارتباطها بيه وهي كمان حكيت له كل حاجة عندها وما هي ما عندهاش حاجة تخجل منها وعرفته إنه هو أول حب حقيق بحياتها وأول إنسان تقبله وتخرج بعيد بدأت سارة تلاحظ عليه حاجات إنه هو بيغيب بساعات وما يردش عليها أيام ويقول لها سكت مشغول بحاجة وبعدين يرجع يتواصل معاه عادي خالص وبعدين يرجع يختيف تاني لغاية بقى مرة اختفى شهر لا يرد ولا بيظهر ولا بيقابلها بقت محتارة في أمره هو بيعمل كده ليه وهل دي طريقته هتبقى معاه على طول وهو ليه لسه متقدمنيش لغاية دلوقتي لغاية ما فيه مفاجئها وقال لها إنه هو عايز تقدم رسمي ويطلبها من أسرتها صارة بقت سعيدة ولما روحت بيتها كلمت مامتها الأول مرة وحكت لها عنه وإزاي قابلته مامتها أسرة سرية وهي صارة مستريحة ماديا وعرفت إنه بقى برضو لخطبها إنسان ممكن أسرتها تقبله بسهولة إنه برضو مستوى من يدي كويس جدا مامتها رحبت وقالت لها بنتي اليوم اللي يعجبه هقول والدك عليه ويجي قابله كانت عايزة صارة تقوله على المعاد اللي ينزبه بس برضو اختفع كعدته وما بيردش على التليفون ومن غير سبب والمرض يطول وكأعند شهور بظهرش ولا بيكلمها وهنا صارة قررت إن هي تسيبه خالص وتبعد عنه وهي مفعش رطب بإنسان بيختفي وبيظهر زي البرق حتى ما بيرجع ما بيقاش عنده مبرر يقوله يتفهمه الفترة دي تقدم لها عريس وكانت هتوافق عليه والموضوع هيمشي فعلا فجأة لقيت تليفون من رامي بتتسل بيها وأول ما سمعت صوته نسيت العريس ونسيت الارتباط اللي هيتمه والمعادلة يتحدد ولقيت نفسها بتقوله لأ أنا موريش حاجة أنا هقابلك حاضر وقابلته وبردو نفس الحال رجعت تحبه تاني تتعلق بيه تاني من نسية اللي عمله فيها رجعوا وتكلموا وهو في مرة بيكلمها فجئها بيقول لها إن انت عندك وحمة فيه علمات معينة بجسمك سهرة بقيت مش بصدقة ده ما حدش شعر في الحاجات دي غير أقرب الناس لي يمكن أمي أو أختي وشافوها بظروفها أو بالصدفة لكن ما حدش شعر في الحاجات دي ولما سألته قال له أنا أعرف عنك كل حاجة قالت له إزاي قال له ما تسأليش سهرة قفلت السكة وبصت حواليها وقالت هو شايفني إزاي إزاي بيشوفني وأنا في الحاجات دي ببقى في الحمام محدش بيشوفني بدأت صار تفهم إن في حاجة غريبة رامي لما شافته أول مرة وجذبت لي كان حاجة غريبة بصرعة إزاي دخل قلبها واتصحرت بيب بصرعة دي إزاي ودلوقت إزاي شايفها بدأت تخش الحمام خايفة تلع هدومها خايفة حكت لمامتها اللي قلت لها تعالي معايا فيه واحد شيخ الناس عارفينه وشكروا فيه ولما راحت للشيخ وحكيت له علا بيعمله وعلي قاله قالها يا أنت حبيبك دوت مخاوي وبيشوفك وعارف كل حاجة عنك وانت لازم تبعيده عنه الراجل ده كتب لها ورقة وقال لها تعالقها فيهدومها عشان حتى لو قابلها ما يأزهاش خدتها إثارة وعلقيتها فعلا وكان كل ما يرامي يكلمها واتسل عليها ما تردش ده غاية لما لقيته في يوم نستنيها تحت العمارة وبيقول لها تيه ما بتكلمنيش بس عنيكت نظرته غريبة كأنه عارف كل اللي هي جواها واللي عملته واتفاكت بيه لما بيقول لها على فكرة الورقة مش تعملك حاجة وانا لما حب اوصلك هاوصلك وراحتش الشغل وطلت على مامتها وهي بتصرخ وطلت لها يا ماما لقيته نزلت تحت لقيته قدامي وبيقول لي ان انا مش ممكن هيسيبني وانه هيئزيني ومتها قلت لها لازم نسيب البكان واتغيرت إليفونك وميعرفش طريقك ومتها كلمت باباها وعرفت اللي حصل قالت له بنتنا الوحيدة هيئزيها لازم يبعد على المكان ده وصارت غير تليفونها ومقدرش يوصل لها وفعلا غيروا العنوين وصارت غيرت تليفونها تفتكروا ممكن يوصل لها